نبدأ بأخبار نادي الزمالك اللي بيحدد مبلغ 800 ألف دولار علشان يتعاقد مع اللاعب الجزيري أحمد القندوسي لاعب طبعا فريق وفاق الصيف الجزيري أعزل لكم أن نادي وفاق الصيف بيطالب بالحصول على 1.2.000.000 دولار أما نادي الزمالك في الوقت الحالي يعني بيحاول أنه يكسف المفاوضات بتاعته مع وفاق الصيف عشان يقلل من الطلبات المادية وبيعتمد طبعا نادي الزمالك في المفاوضات دي على رغبة اللاعب فيه أنه يرحل عن وفاق الصيف وينتقل لصفوف الفريق الأبيضة طبعا قبل ما احنا عارفين أن المركات والشتوي خلاص حيقفل فيه خلال تقريبا خمسة يام لذلك اللاعب بيحاول أنه بيضغط على إدارة النادي بتاعته علشان يرحل